السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الاعزاء سنة رابعة ابتدائي اهلا ومرحبا بكم. يارب تكونوا بخير. في الحلقة الخمسة من حلقات النحو المنهج الجديد سنة رابعة ابتدائي بنتكلم في حلقة النهاردة عن الجملة الاسمية. واركان الجملة الاسمية. المبتدأ والخبر. وعلامات رفع المبتدأ والخبر. وده اللي هنتعرف عليه في حلقة النهاردة. وهنحل التدريبات اللي موجودة في كتاب المدرسة. تعالوا مع بعض. نبدأ الحلقة. احنا تعرفنا قبل كده ان الجمل انواع. في جمل اسمية وفي جمل فعلية. وبعرف ازاي افرق ما بين الجملة الاسمية والجملة الفعلية. فاكرين طبعا الجملة الاسمية بتبدأ بتبدأ باسم. انما الجملة الفعلية بتبدأ بفعل. يعني اي جملة بشوف اول كلمة لو بدأت باسم تبقى جملة اسمية. طيب لو بدأت بفعل تبقى جملة فعلية. احنا كلامنا النهاردة عن الجملة لايه? الاسمية. يبقى كده نغطي الجملة الفعلية ونركينها على جنب. تعالوا مع بعض بقى ناخد جملة اسمية. لما اجا اقول مثلا المعلم محبوب. دي جملة ايه? بشوف اول الكلمة. اسم ولا فعل كلمة المعلم? برافو. دي اسم تبقى جملة اسمية. الحاجات دي كلها قديمة. الجديد بقى اللي انا عايز اعرفه النهاردة ان الجملة الاسمية لها ركنين اساسيين بتتكون من ايه الجملة الاسمية? من المبتدأ والخبر. ايه الركنين الاساسيين بتوع الجملة الاسمية? المبتدأ والخبر. طب يعني ايه مبتدأ? يعني ايه خبر? المبتدأ هو الاسم الذي تبدأ به الجملة. الاسم اللي في اول الجملة الاسمية ده اسمه مبتدأ. طيب ماشي. والخبر? الخبر هو الذي يخبر عن المبتدأ. وبه يتم المعنى نطبق الكلام ده عملي على الجملة اللي معانا المعلم محبوب فين المبتدأ احنا قلنا المبتدأ الاسم اللي بتبدأ به الجملة يبقى فين المبتدأ برافو كلمة المعلم يبقى المعلم دي مبتدأ طيب فين الخبر الخبر اللي بيخبر عن المبتدأ ما انت ممكن تقول لي طب اللي بعده على طول خبر وخلاص لا طبعا مش شرط الخبر لازم يخبر عن المبتدأ بمعنى اروح اسأل المعلم ما له المعلم هيقول لي محبوب يبقى محبوب دي هي اللي اخبرت هي اللي جوبت عن المعلم ما له المعلم محبوب يبقى محبوب دي خبر لان كلمة محبوب هي اللي اخبرت عن المبتدأ وبها تم المعنى كده المعلم محبوب الجملة بقالها معنى يبقى انا عرفت كده ان الجملة الاسمية بتتكون من المبتدأ والخبر. وبرضه معلومة جديدة عايز عرفها النهاردة ان المبتدأ بيكون مرفوع. والخبر بيكون مرفوع. يعني مرفوع يا مستر. مرفوع يعني لو الكلمة دي مفرد احط عليها ضمة. هقول المعلمو. اه شفت المعلم اخيرها الميم. نحط على الميم. ضمة. نقول المعلمو. طيب محبوب. المبتدأ مرفوع. والخبر برضو زيه مرفوع. يعني ايه مرفوع? يعني لو مفرد هحط على اخره ضمة. صح? المعلمو. طب محبوب اقولها. برضو محبوب. وعلشان ما فيهاش الف ولام. هحط لها تنوين. هحط لها ضمتين يعني. هقول المعلمو محبوب. وطالما حطينا ضمة يبقى علامة الرفع الايه? الضمة. هقول مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضمة. يبقى انا كده اعربت كلمة المعلم. اعربت? ايوة ما هو ده اسمه الاعراب. لما اقول لك اعرب كلمة المعلم. هتقول للمعلم دي مبتدأ ومبتدأ مرفوع. وهنا كلمة المعلم دي مفرد. دلت على واحد. يبقى مرفوع بالضمة. يبقى لما اجي اعرب. هقول مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضمة. طيب محبوب. بنفس الطريقة. يلا كمل. يبقى محبوب نعربها. خبر. وخبر مرفوع. ومفرد. يبقى خبر مرفوع وعلامة رفع الضمة. يبقى انا كده اتعلمت في حلقة النهاردة ان الجملة الاسمية بتتكون من برافو مبتدأ وخبر. المبتدأ بيكون مرفوع. والخبر مرفوع. ولو مفرد يبقى مرفوع وعلامة رفع الايه? برافو علامة رفع الضمة. طيب مثال تاني ونطبق على الكلام ده. لما اجي اقول لك الفلاح نشيد. يلا الجملة دي نوعها? اسمية. فين ركنيها? هتقول للفلاح دي مبتدأ. ونشيد دي الخبر. طيب لما اجي اقول لك اعرب الفلاح هتقول لي مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضمة. طيب نشيد خبر مرفوع وعلامة رفع الضمة. طيب لما اجي اقول لك اضبط الكلمة يعني ضبط. يعني شكل الكلمة. الضبط هو تشكيل الحرف الاخير من الكلمة. هتقول لها اشكلها ازاي يعني احط ايه? ما انت لسه اي المبتدأ مرفوع بالضمة يبقى احط على اخر حرف ضمة اقول الفلاحو. وكلمة نشيط برضو قلت خبر مرفوع بالضمة. ما فيهاش الف ولام يبقى احط ضمتين اقول الفلاحو نشيط. يبقى انا كده حددت اركان الجملة واعربت المبتدأ واعربت الخبر. طيب جملة تانية. لما يجي يقول لك هذا محبوب. دي جملة ايه? برضو جملة اسمية. الجملة اللي بتبدأ باسم اشارة او ضمير برضو جملة اسمية. هذا دي مبتدأ. ومحبوب دي خبر مرفوع وعلامة رفع الضمة. وبرضو لو الجملة بدأت بضمير هو محبوب او انا محبوب او انت محبوب برضو الضمير بيكون مبتدأ واللي بعده بيكون خبر مرفوع وعلامة رفع الضمة. يعني هقول هذا محبوب. هو محبوب. طيب جملة اخيرة هتأكد انت فهمتوا لا. لما اجا اقول الطالب المجتهد في المدرسة الجديدة محبوب من المعلم. حدد نوع الجملة. هتقول لي جملة. بدأت باسم تبقى جملة اسمية. برافو. حدد ركنيها. هتقول لي الاسم اللي بدأت به الجملة يبقى مبتدى. يبقى الطالب دي مبتدى مرفع وعلامة رفع الضمة. واحط على الطالب ضمة. طيب فين الخبر? هتقول لي دي سهلة خلاص المجتهد. هقول لك لا. انا شرحت لك فوق وقلت لك الخبر اللي بيخبر عن المبتدى. هتقول لي ما هي اخبارة اهو الطالب مجتهد. انت اللي غيرت الجملة. الجملة قدامك مش الطالب مجتهد. دي مكتوب الطالب المجتهد. ولما تلاقي المبتدى فيها الف ولام. والكلمة اللي بعده فيها الف ولام. يبقى دي مش خبر. لو قلنا الطالب مجتهد. ايوة مجتهد تبقى خبر. بس لو قلنا الطالب المجتهد. لا دي مش خبر. الخبر كده لسه مجاش. نسأل بقى. الخبر هو الذي يخبر عن المبتدى. وبه يتم المعنى. ماله الطالب الطالب المجتهد. ايوة ماله في المدرسة. ايوة ماله في المدرسة الجديدة. ايوة ماله برضو الطالب. محبوب اهي دي الخبر. يبقى محبوب دي الخبر لانها اخبرت عن المبتدأ وبها تم المعنى. يبقى نعرف محبوب خبر مرفوع وعلامة رافع الضم. تعالوا بقى نحل التدريبات اللي موجودة في كتاب المدرسة. اول تدريب برضو رقم الصفحة موجود برضو زي ما تعودنا موجود على الشمال. السؤال الاول بيقول اقرأ ثم لاحظ. الربيع فصل من فصول السنة. الشمس مش رقة. والاشجار مورقة. والسماء صافية. والازهار عطرة رائحة. اختر الاجابة الصحيحة. الكلمات الملونة الربيع الشمس الاشجار السماء الازهار كلها فيها الف ولام. تبقى اسم ولا فعل ولا حرف? طبعا اسم. احنا حفظين علامات الاسماء. بقى نسمي الجمل السابقة جمل اسمية ولا جمل فعلية? الربيع فاصل اسمية ولا فعلية? اسمية. الشمس مش رقة اسمية. الاشجار مورقة اسمية. السماء صافية اسمية. الازهار عطرة اسمية. يبقى الجمل دي كلها اسمها جمل اسمية. ولي قلنا عليها جمل اسمية لانها تبدأ بايه? لانها تبدأ باسم. طيب يلا اكمل بكلمة واحدة من الفكرة السابقة. هو جايب لنا هنا المبتدأ. بيقول لنا هو المبتدأ. الاسم الذي يقع في اول الجملة الاسمية بيبقى مبتدأ. والكلمة اللي بيتم بها المعنى بتسمى خبر. هنا جايب لنا المبتدأ وعايزين نكمل بالخبر من القطعة. في القطعة هو الربيع دي مبتدأ. فين الخبر? الربيع ماله? فاصل. برافو. يبقى فاصلي دي خبر. با. الشمس دي مبتدأ. ما لها الشمس? مشرك. يبقى مشركة دي خبر. طب الاشجار? الاشجار مورك. طب السماء? صافية. طب الازهار? عاطرة. كل الجمل اللي مكتوبة قدامنا دي جمل اسمية. بدأت باسم. مكونة من المبتدأ والخبر. الكلمات التي كتبتها اللي احنا كتبناها دي. اسم ولا فعلة ولا حرف? برضو اسم. يبقى كده عرفنا ان الجملة الاسمية بتتكون من ركنين اساسيين. ايه هما الركنين بتوع الجملة الاسمية? برافو. احفظ بقى. المبتدأ والخبر. التدريب اللي بعد كده بيقول. حدد المبتدأ والخبر. تقول فين المبتدأ وفين الخبر? اول جملة هو. الطفل انسان فين المبتدأ? اللي بيبدأ به الجملة. يبقى الطفل دي مبتدأ. ما له الطفل? انسان. يبقى انسان دي خبر. الجملة اللي بعدها. العلم نور. فين المبتدأ العلم. ما له العلم? نور. يبقى نور دي خبر. نقول له المبتدأ العلم والخبر نور. اللي بعده. الكتاب مفيد. يبقى الكتاب مبتدأ. ما له الكتاب مفيد. يبقى الكتاب مبتدأ ومفيد خبر. الطبيب ماهر. الطبيب مبتدأ. ما له الطبيب ماهر. يبقى نقول له المبتدأ الطبيب والخبر ماهر. القراءة مفيدة. القراءة مبتدأ ومفيدة خبر. سهلة. يلا التدريب اللي بعد كده. اكمل بمبتدأ. واحد ممتعة. وخلي بالك الخبر مؤنس يبقى لازم المبتدأ مؤنس. يعني لو المبتدأ مذكر لو قلت مثلا الولد يبقى الخبر لازم يبقى مذكر. هقول الولد جميل. انما لو المبتدأ مؤنس لو قلت مثلا البنت مش هينفع اقول جميل هقول جميلة. هنا عندنا الخبر مؤنس ممتعة. يبقى لازم اكمل بمبتدأ مؤنس. اقول مثلا اي حاجة ممتعة. اقول القراءة ممتعة. يبقى احنا كده كملنا بمبتدأ. اتنين. نقاط كبير. ايه اللي كبير? اي كلمة هتكتبها هتبقى صح. البيت كبير. الباب كبير. اي كلمة تناسب المعنى هتاخد الدرجة. تلاتة. نقاط شجاع. نقول الرجل شجاع. الجندي شجاع. ابي شجاع. اي كلمة هتبقى صح. اربعة. نقاط واسع. عايزين نكمل بمبتدأ. نقول البيت. واسع. البحر. واسع. الشارع. واسع. يبقى كل دي جملة اسمية. مكونة من مبتدأ وخبر. صف الصورة اللي امامك في تلات جملة اسمية. اي جملة بتبدأ باسم هتبقى جملة اسمية. وهتبقى اجابتك صح. التدريب اللي بعد كده. عايزين نعبر عن الصورة. بجملة اسمية. ونستخرج منها المبتدأ والخبر. الصورة الاولى رقم واحد صورة ايه? صورة مصنع مثلا. يبقى نقول له مثلا جملة سهلة. ما تصعبش. اسهل حاجة نقول. نقول المصنع كبير. فين المبتدأ? اهي. المصنع. فين الخبر كبير? يبقى قوله المبتدأ كلمة المصنع. والخبر كلمة كبير. ولما نيجي نشكلها هنقول المصنع كبير. طيب الصورة التانية. دي صورة ايه? حديقة. برضو جملة سهلة جدا. نقول الحديقة جميلة. يبقى الحديقة دي مبتدأ الحديقة. وجميلة دي الخبر جميلة. يبقى نقوله المبتدأ الحديقة. والخبر كلمة جميلة. الصورة التالتة دي صورة مكتبة. نقول مثلا المكتبة عامرة بالكتب. او مليئة بالكتب. يبقى المكتبة دي المبتدأ. نقول المكتبة. وما لها المكتبة مليئة. يبقى مليئة دي الخبر. نقول المكتبة مليئة بالكتب. يبقى المبتدأ المكتبة والخبر مليئة. يلا التدريب اللي بعد كده بيقول لاحظ ضبط نهايات الكلمات الاتية. الربيع الضبط تشكيل اخرها عليها ايه? ضم الربيع. وجميل ضم جميل. السماء ضم. صافية ضم. الشمس ضم. مشركة ضم. لما نجي ننطقها نقول الربيع جميل. السماء صافية. الشمس مشركة. الف. بالملاحظة نجد ان المبتدأ بيوضع على اخره. بنحط على المبتدأ اخر ايه? برافو ضم. وبالملاحظة نجد ان الخبر ايضا يوضع على اخره. برضو ضم. يبقى المبتدأ والخبر دوما مرفوعان. يبقى عرفنا ان المبتدأ دايما مرفوع والخبر دايما مرفوع. يبقى من خلال الامثلة نلاحظ ان علامة رفع المبتدأ والخبر هي الضمة لو كانت الكلمة مفرد. علشان في الحلقات اللي جاية هنعرف ان العلامة دي ممكن تتغير مع المثنى والجامع. السؤال اللي بعد كده بيقول انطق الجمل الاتية نطقا صحيحا واضبط المبتدأ والخبر. شكلوا يعني. الضبط هو تشكيل الحرف الاخير. العلم نور لما نجي ننطقها صح هنقول العلم نورن. طب الطالب مجد هنقول الطالب مجدن. العامل نشيط هنقول العامل نشيطن. الحجرة واسعة هنقول الحجرة واسعة. وليمش بنعمل على الكلمتين تنوين لان الكلمة اللي فيها الف ولام ما ينفعش يكون فيها تنوين. فبنحط عليها ضمة واحدة. نقول مسلا العلم نورن. والكلمة اللي في الاول نعربها مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضم برافو ونور خبر مرفوع وعلامة رفع الضم يلا التدريب اللي بعد كده وصل كل كلمة باللي يناسبها ثم قاعد كتابتها واضبط اخرها النيل زكي شديدة عذب النيل مالو النيل عذب وطالب في السؤال اضبط اخرها يعني شكلها هنقول النيل عذب الجملة التانية الرياح مالها زكية ولا شديدة الرياح شديدة ونشكل هنقول الرياح شديدة العالم العالم زكي العالم زكي اخرها مشدد ونكتب الجملة دي نقول العالم زكي الرياح شديدة النيل عذب السؤال اللي بعد كده بيقول استخدم جملة اسمية وعبر عن هذه الصور واضبط برضو اخرها ممكن نقول هنا العلم كبير العلم صغير العلم مرتفع واي جملة هتبقى صح وبرضو احط على اخر كلك المضمة هنا نقوله الطالب مش ذاهد هنا نقوله البنت جميلة وبكده يبقى انا عملت جملة اسمية السؤال اللي بعد كده بيقول ضع ضمائر المخاطب بدل من الغائب يعني هنا هو حاط الضمير غائبه هو هما هن هم هنشيل ضمير الغائب ونحط مكانه ضمير ايه مخاطب طيب اول واحدة هو ملتحق بالجامعة نشيل هو ونحط مكانها ايه ضمائر المخاطب انت وانت صح ملتحق بالجامعة دي دلت على مفرد ومفرد مذكر بدل هو نحط برافو نحط انت انت ملتحق بالجامعة با هما باحثان في التاريخ نشيل هما ونحط ايه اللي بيدل على المثنى في ضمائر المخاطب باحثان مسنى مذكر يبقى نقول انتما باحثان في التاريخ رقم جيم هن زائرات جمع مؤنس وجمع المؤنس في ضمائر الغائب ياخد هن طف ضمائر المخاطب برافو نقول انتنا زائرات للمرض دال هم عباقرة في البناء كلمة عباقرة دلت على جامعة مذكر فالجامعة المذكر في ضمائر الغائب ياخدهم طف ضمائر المخاطب ياخد برافو انتم نقول انتم عباقرة في البناء السؤال اللي بعد كده اكمل بما هو مطلوب بين القوسين نشوف بين القوسين في السؤال الاول عايزك تكمل بضمير غائب والسؤال التاني عايزك تكمل بخبر مع الضبط وفي جيم ضمير مخاطب وفي دال ضمير غائب يلا نكمل الف نقط تاجر صدوك ضمير غائب تاجر دي مفرد ومذكر يبقى نقول هو صح هو تاجر صدوك بق البناء عايزين خبر مناسب مع الضبط يعني نشكل اخره نقول البناء ايه البناء كبير ونشكل اخره كبير دي خبر وخبر مرفع وعلامة رفع الضمة يبقى نقول البناء كبير يلا رقم جيم نقط مزارعون عايزين ضمير مخاطب مزارعون دي دلت على جامعة وجامعة مذكر تاخد ايه في ضمائر المخاطب رافو نقول انتم انتم مزارعون دال مستخرجان للمعادن ضمير غائب الهو هو وهي وهما مستخرجان دي مثنى تاخد ايه رافو هما مستخرجان للمعادن السؤال اللي بعد كده بيقول اختر مما بين القوسين الف انتما مسافران بالقطار انتما دا ضمير ايه غائب مخاطب متكلم ولا اسم اشارة انتما دا ضمير مخاطب صح با هذان هذان دي ايه ضمير ولا اسم اشارة هذان برافو اسم اشارة جيم هن مشتركات في الخير هن دي ايه دا ضمير وضمير نوعو ضمير غائب برافو نحن بناية الاهرام نحن دي ضمير ولا اسم اشارة ضمير ضمير نوعو برافو ضمير متكلم صح السؤال اللي بعد كده بيقول استخرج المبتدأ والخبر مع الضبط شكل اخره يعني الف التطور سريع فين المبتدأ برافو التطور ما له التطور سريع يبقى نقول للمبتدأ التطور مع الضبط نشكل اخره نقول التطوره طيب والخبر سريع نقول التطوره سريع يلا بقى الرسم فن فين المبتدأ الاسم اللي بتبدأ به الجملة الاسمية الرسم ونشكله نقول الرسم وفين الخبر اللي بيخبر عن المبتدأ ما له الرسم؟ الرسم فن ونعربها خبر مرفوع وعلامة رفع الضم نقول فنن يلا رقم جيم الصدق منجاه فين المبتدأ؟ الصدق ونقولها الصدق وفين الخبر؟ منجاه ونقولها منجات دال المبنى كبير فين المبتدأ؟ المبنى وفين الخبر؟ كبير نقول المبنى كبير وبكده يبقى احنا شرخنا برضو علامات رفع المبتدأ والخبر لما بيكون مفرد بيكون مرفوع وعلامة رفع الضم وحلنا التدريبات اللي موجودة في كتاب المدرسة بتمنى كوني يدير تفيدكم اضغط لايك للفيديو شاير الفيديو لكل صحابك عشان يستفادوا شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته